قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن وزيري الدفاع الصينية والأمريكية اتفاقا على ضرورة التعامل بشكل مناسب مع الخلافات بين الجانبين هذا وأضاف أنهم اتفاقا أيضا على ضرورة تعزيز إدارة الأزمات للحفاظ على استقرار علاقتهما بشكل عام الصين صادقة في تطوير العلاقات الثنائية لكن يجب على الولايات المتحدة أن تفعل ما تقوله وتفي بوعودها وتنفذ التوافق الذي توصل إليه رئيس الدولتين وتحترم بجدية مصالح الصين الأساسية وتبني سياسات الحوار العقلانية والعملية للقضاء بشكل فعال على الأسباب الجذرية للتهديدات والعمل مع الصين لتطبيق ما تم التوافق عليها